بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم الشباب يارب تكونوا بخير سانة سعادة ان شاء الله عليكم النهاردة بإذن الله نشرح مع بعض منهج جديد وهو الابلايت طبعا كلمة ابلايت ده كتر ما تحبش كلمة ابلايت دي خالف تحبه كلمة اين قوالة كنترول اوف الهربال درابز طيب بالنسبة للابلايت الشباب طبعا للأسف المادة كبيرة شوية لا ده كبيرة خالف لا ده كبيرة جدا 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 هناخد حاجة تبع الاناليتيكل هناخد حاجة تبع الارجانيك هناخد حاجة تبع البوتاني هناخد حاجة تبع الفايتو هناخد حاجة تبع الكوجنوزي هناخد حاجة تبع حاجة وهكذا حاجات ايه حاجات تبع البايو عندنا شابات الكدرة جدا عندنا حاجة اسمها الجاس كرمتوغرافي عندنا الاتش بي اللي سي ده برضه التابعة الكرماتوجرافي عندنا حاجة اسمها البيزيك بيزيك كواليتي كنترول عندنا الدراج أبيوز عندنا بايو تيكنولوجي عندنا الاسبيكترو عندنا حاجات ايه عندنا حاجات كتيرة النهاردة ان شاء الله هنبدأ بايه النهاردة ان شاء الله حصة زريفة لطيفة هنبدأ مع بعض جزء الجاز الكرماتوجرافي اللي شرح الجزء ده دكتور محمد فرج ولو الناس حضرت المحاضرة دكتور محمد فرج من الناس اللي بتحب ايه بتحب الفهم شوية بتحب ان هي ايه تمط في المعلومة جدا 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 طيب الورق اللي معاكم يا شباب متقسم ازاي طبعا النهاردة ان شاء الله هنشرح نصة الجاز كرماتوجرافي طيب اول صفحة معنا يا شباب تعتبر ايه تعتبر انتروداخشن كده حاجات ايه يعني لو انت فاضي تبقى راه قال لك دكتور محمد فرج ده الفرج ده المتخصص في ايه قال لك فونكشن فود اناليسز او ميتابولو ميكس الفونكشن فود ديت اللي هي عبارة عن ايه لو عندي فود ده ليها استفادات طبية يعني انت من ضمنها بتاعي كله وبتغزي وبتعالج حاجات طيب قال لك بقى الاسطايد اللي هي بتاع ال اوتو سي هيربل ميديسين اللي هو الاشينيسة وكلام ده كله كلام هاري الاسطايد اللي على يمينها لو عندك تابلت بيحتوى على جرين تي اكستراكت تلتميت ميلي جرام جرين تي اكستراكت وعندك تابلت تانية بتحتوى على تلتميت ميلي جرام اسبرين من الاصعب في التحليل بتاعها اكيد اللي بتحتوى عند الجرين تي اكستراكت انه بيحتوى على مواد كترة جدا انما الاسبرين ده عبارة عن مادة واحدة طيب بيقولك بقى اه متيجي تعمل لو عندك انتاير ليف وعندك بودر وعندك ايزوليد ناتشور البرودكت وهكذا تمام ايه اللي بقى تعمل لها مورفولوجي والكيميكال تيست وميكروسكوبيكال وهكذا يعني كلام هاري طبعا الكوليت كنترول فانكشن فود يا شباب لو عندك تفاحاية الاحسن ان حضرتك تاكل تفاحاية ولا تشربها عصير لا تاكل تفاحاية ليه ان لو شربتها عصيري بقى انت كده استفقت لكنك اخدت ايه شوجرز بس انما لو كلتها لو كلتها يبقى انت اخدت فيبرز اخدت شوجر اخدت مواد كتيرة تمام خدتها بايه بخيرا طيب الدياجرام اللي تحت ده شباب الدياجرام ده في عندك كده حاجة باللونه الاحمر كده طالعة ده احنا بنبحث عن ايه بنبحث عن حاجة اسمها التارجتة التارجت بيت يعني كلمة تارجت بيت يعني اهم حاجة في النباتة اهم حاجة في التفاح وهكذا طيب تعالوا بقى نسمى الله ونبدأ في اعتبر في الجاز كوروماتوجرافي طيب قبل ما نبدأ في اي حاجة تعالوا بده نعمل فلاش باك لموضوع الكوروماتوجرافي عشان الكلام ده هيسهل علي حاجة كتيرة في الجاز كوروماتوجرافي وهيسهل علي في ال HBLC طيب يلا نسمى اللي ونبدأ يا شباب انا عندي حاجة اسمها ايه انا عندي حاجة اسمها سلسل رعب في الكوروماتوجرافي اي كوروماتوجرافي عندك في الدنيا بيتكون من ثلاث حاجات عندي حاجة اسمها سمبل المادة المرادة اصلها وبالمناسبة حضرتك الكوروماتوجرافي دي مسؤولة عن السيباريشن خاصة الفيزيكال سيباريشن الفيزيكال سيباريشن يبقى الكوروماتوجرافي مسؤولة ان هي بتفصل بتفصل عندنا بعد كده بقى حاجة اسمها سبيكتروسكوبك اللي هو زي ال IR ال NMR الماس سبيكتروسكوبية وهكذا دي مسؤولة عن ايه اللي هو تحديد ايه تحديد المادة يبقى بافصل بالكوروماتوجرافي وبحدد بالسبيكتروسكوبك عندي السمبل وعندي حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها ركز معاش عن كلام ده مهم جدا السمبل هو الميكس المرات فصله حلو الكلام اللي السيشن الفيز دي الارضية على فكر الارضية دي ممكن تكون سولد حاجة ثابتة حاجة فابتة ممكن تكون سولد وممكن تكون لكود ايه ده طيب سولد عارفينها ازاي دكتور مطالب تكون لكود قالك تكون لكود اون انا ارت صبورت يعني هي بتكون ملزوقة على سولد او ملزوقة على صبورت الموبايل فيس ممكن يكون ليكود ركز معايا في الأطفاص ديت وممكن يكون جاز وممكن يكون جاز حلو الكلام ماشي استحالة الموبايل فيس اللي هو بيتحرك استحالة يكون سولد رائع 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 ماشي الموبايل فيس ده بيسمو اسم تيل والكارير ماشي الستيشن رفيس بيسموه عشان بيمسك الحاجات على سطحه حلو الكلام بكز معايا في الأطفاص لو انت لقيت الستيشن رفيس كان عبارة عن سولد يبقى ازا الميكانيزم اوف سيباريشن هسميه اتزروبشن امتحان مهمه جدا لو لقيت اسمت فيس كان لكويد يبقى ازا الميكانيزم اوف سيباريشن هسميه بارتشن التكلام ده مهم جدا ان الشباب ركز معايا انت لو لقيت السيشن رفيس صولد هسميها اتزروبشن حتى من اسمها اتزروبشن فيها حرف اس يبقى صولد فيها حرف اس بارتشن هتكون لكويد بارتشن هتكون لكويد طيب كلام رائع طيب عندي هنا بقى الشباب ايه؟ قالك بنقسم بنقسم الكروماتوغرافي على حسب الموبايل فيس يعني ايه على حسب الموبايل فيس؟ يعني عندك بس كده Liquid solid chromatography Liquid liquid chromatography Gas solid chromatography Gas liquid chromatography يبقى على حسب الموبايل فيس ممكن نقسم الكروماتوغرافي وده يعتبر تقسيمة من ضمن التقسيمات الكتيرة اللي كنا بنقسم بها الكروماتوغرافيين في الفايتون تمام؟ ماشي افتح كده معي الورقة بقى اول حاجة الكروماتوغرافي شباب قالك عبارة عن physical اكتب كده معي physical technique for separation physical technique for separation ماشي of a mix of solid between stationary face under the effect of mobile face انا عايزك من الجملتين دولار تعرف لي كلمة sample او solid يعني وكلمة mobile face وكلمة stationary face قالك usually separation is followed by identification اما qualitative اما quantitative يعني بعد ما نفس المركبات دي يا شباب بنتعرف بقى على الحاجات اما qualitative اما quantitative بطرق تانية بطرق تانية طيب classification according to mobile face اتفقنا على حسب mobile face لو كان جاز يبقى solid يبقى solid كروماتوغرافي وده الميكانيزم action absorption اكيد طب لو كان جاز liquid كروماتوغرافي يبقى ده partition طب لو كان liquid solid كان liquid solid يبقى absorption طب لو liquid liquid يبقى ده partition كلام علشان ايه؟ يعني نفتح مخنا بس علشان نفتح مخنا بس يلا بقى نسمى الله شباب ونبدأ في الجاز كروماتوغرافي كلام فيه عند حاجات كلام سوابك الجاز كروماتوغرافي اختصارها gc اولا الجاز كروماتوغرافي ما بنعملش separation او بنعملش isolation لاي مركبات غير volatile ركز معايا volatile compound ركز معاش الكلام ده مهم جدا يبقى ما هي المادة ال sample يعني اللي احنا هنستخدمها لفصلها في الجاز كروماتوغرافي لازم ان تكون volatile لازم ان تكون volatile طيب يا دكتور ابو طالب لو مكنتش volatile مش هينفع تعمل لها مش هينفع تعمل لها separation بالجاز كروماتوغرافي كما كده نانفولاطايل هتتقمس وتزعل و هتوقع تقول بقى انا ماليش دعوة لازم ان اتعمل بالجاز كروماتوغرافي خلاص هنطبطب عليها نقول لها في عندنا طريقة اسمها دريفا دايزيشن امتحانيشن يعني ايه كلمة دريفا دايزيشن تحويل المادة من نانفولاطايل الى فولاطايل ولو المادة تحولت من نانفولاطايل الى فولاطايل هل ينفع نعملها ماليش من الجاز الكروماتوغرافي اي نعم يبقى الديفنشن يا شباب بتاع الجاز الكروماتوغرافي قال لك ده sinistive و quick tool for the analysis of فولاطايل اكتب كده معي فولاطايل سابستان قال لك الجاز الجاز الكروماتوغرافي بالمناسبة على فكرة لازم ان المادة دي الشباب تكون فولاطايل ولازم ان تكون سير مستابل امتحان طيب فولاطايل اللي بعرفناها ليه لازم ان تكون سير مستابل لان حضرتك بعد شوي هقولك ان احنا بنسخن ان احنا بنرفع درجة الحرارة فلو المادة السامبل ديت كانت بتتكسر بدرجات الحرارة عالية فكده مش هتتفصل لكده هتتكسر يبقى كده ما استفدتش منها بحاجة يبقى لازم ان تكون سير مستابل لازم ان تكون سير مستابل يبقى الكمباوند قال لك مهمة جدا طب انان فولاطايل الكمباوند قال لك كلمة كيميكال تعود على كلمة وان شاء الله هنعرف بقى ايه انواع ونعمل ايه وايه الفرق من في ال جي سي وفي ال طيب سؤال ايه المواد اللي احنا خدناها بالبوتاني او الكوجنو او الفايتو اللي ينفع نعمل لها بالجس كرماتو برافين مهم اه فولاطايل اويل فولاطايل الكالويد يبقى اي حاجة فيها كلمة فولاطايل ماشى بالمناسبة اخد المعلومة دا طلقات مناخد ال HBLC هو ال HBLC بيعمل سيباريشة للفولاطايل ولا لن فولاطايل لا الاثنين فولاطايل ونن فولاطايل دون الحاجة الى يبقى كده ال HBLC يتفوق على الجس كرماتو برافين ال Types of GC عند GSC وعند GLC ال GSC هو جاز صوليد كرماتوغرافي جاز لكويد كرماتوغرافي عرفنا الستوشن الفيس عباره عن ايه والموبايل الفيس عباره عن ايه وحتى الميكانيزم لو كان جاز صوليد يبقى اتزور بشام لو كان جاز لكويد يبقى دا بارتشام كلام لغاية الوقت الكلام مش جديد ما هي مزايا الجي سي وما هي عيوب الجي سي يبقى السترنس والليميتيشن متاع الجي سي اول حاجة الجي سي يا شباب من مزاياه قالك السباريشن بار بتاعه جامد جدا احسن من ال HBLC رقم اتنين قالك كان بي يوزد تو ديترمائن كومباوند ويتش ليه كروموفور اكتب كده مش فارق معاه اي لون مش فارق معاه اي لون سواني او احنا مجينا اتكلمنا عن جي سي اتكلمنا ان هو لازم نكون مركبات ملونة دا لازم نكون مركبات فلاطية ولو كانت نانفلاطية بعمل لها بحولها من فلاطية لانانفلاطية رائع هل اتكلمنا عن اللون ما اتكلمناش عن اللون يبقى ينفع نعمل للمركبات اللي ما فيهاش لون اي نعم عادي جدا رقم ثلاثة قالك اكتب كده بيكون اوتوماتيك اوتوماتيك بيشتغل مع نفسه اربع قالك اكتب كده بشمحتك تخسل الجهاز وبشمحتك تغير موبايل فيز لانه توماتيكي 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 توماتيك الليمتيشن متعجيسي يا شباب الليمتيشن عيوب الجي سي احنا لسه قيلنا والله محفوظة الليمتيشن متعجيسي لازم ان يكون ايه لازم ان يكون فلاطايل ولازم ان يكون سيرمو ستيبل رقم اتنين قالك ايه 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 لو حضرتك فاضي وتعاني من الفراغ ممكن حضرتك تدخل على الموقع ده علشان تستفيد معلوماتيا باذن الله طبعا احنا عايزين ننجز وعايزين نخلص ونتخرج على خير تعالوا بقى يا شباب نتكلم على الجهاز بتاعي والناس تركز معايا بصوا يا شباب اولا الجهاز ده ده طبعا رسم كروكي الجهاز ده اول ما اقولك الجهاز اللي معايا مثلا في الجهاز اللي معتوجه في ال HBLC اي حاجة لازمان على طلعك الباطن وروح نترجم ثلاث كلمات السامبل فين والموبايل فيس فين ركز معايا الجهاز صبلاي اكيد ده الموبايل فيس حلو ده الموبايل فيس الكلوم ده هو الستيشنر فيس ركز معايا ده الستيشنر فيس ماشا خلي بالك بقى عندك حاجة هنا اسمها ال heart وعندك حاجة اسمه هي اسمها ال brain ال heart ده هو القلب اللي هو يحصل في سي بريشن يقلبمّك اللي هو ال سي بريشن ال brain ده يحصل فيه ترجمة ثواني هو يه الكلام ده افاكز معايا هنا بقى فيش حاجة اسمه ال III¬متر ده بيظبط تضفق الغاز جوه الجهاز طب الفلتر ده قالك بينقي اي شوائد من الاجهازana يدخل بشكل بيوار. في دي حاجة بسميها انجيكشن بورت. انجيكشن بورت مش بارت انشيكشن بورت. هو ايه انجيكشن بورت دي يا شباب? قال لك دي اللي بيحقن فيها السامبل. اللي بيحقن فيها السامبل. يبقى الجاز هنا هيدخل. هيدخل هيدخل. طبعا الجاز ده زي مين? قال لك زي الهيليم. الارجن وهكزا. لازم ان يكون انرتجاز طبعا. لازم ان يكون انرتجازي. علشان ما يتفاعلش مع السامبل او يتفاعل مع الستيشن الرفيس. رائع حلو الكلام. يبقى دا الانجيكشن بورت. دا بيكون فيه حاجة اسمية زي السرنجة كده. على فكرة السرنجة دي بتكون غالية جدا. او عتفتكر السرنجة بتاع الحقن. السرنجة دي بتكون غالية جدا. انجيكشن بورت اهو ادي نزلت. هنا دا حاجة بسمي الكولوم. الكولوم دا يا شباب عامل زي ايه? زي زي سلك كده. طبعا بيكون ملولة وكده. دا بتسميه الكولوم. الكولوم دا اللي هو اللي هو الفورن. اللي هو الاوفن. ثواني. وليه فورن? قال لك ما حضرتك بتستخدم درجات حرارة عالية. ماشي. عشان كده المادة لازم ان تكون سير مستيبو. بعد كده يحصل الفصل هنا. الفصل هنا بقى. هل هيكون بقى في شكل بيبر كرومتوغرافي او تي اللي سي او الكلام دا كله. قال لك لا. الديتكتور دا. المود بعد ما تتفصل بتعد عليه. ويروح الديتكتور دا. متعرف على المود ومترجمها في شكل بيكس. يبقى مع الريكوردر بيترجم في شكل ايه بيكس? من الاخر البيكس هتطلع عمنا كده. وهكزا. يبقى تاني يا شباب عندك هوت الجهاز بتاعك. اللي هو خلينا اللي في النص دا يا اللي هو الجاس سابلاي الاينرت كاريور جاس. اسميه كارير جاس بيكون اينارت. اشهرهم الهيليم. اشهر واحد الهيليم. واكتر واحد بنسخدمه الهيليم. عند هيليم وارجون ونيتروجين. لازمة نكون عندي بعد كده الهارت يا شباب. وعند الانجيكشن بورد. الانجيكشن بورد بيكون فيه حاجة اسمع رابر سيبتم. ايه الرابر سيبتم دا? نفس موضوع الكويتشة بتاع الحق المضاد الحيوي بحيث اللي انت اتدخل لو انت قلبت كده الازازة ما ايه ما تنزلش ان هي ايه منتجاه واحد يعني طبعا دي بتكون درجة حرارة ايه عالية علشان السامبل اللي حضرتك هتحقنها حضرتك هتحقنها لازم ان تكون بشكل فيبر لازم ان تكون فلاطايف لازم ان تكون فلاطايف على فكرة درجات الحرارة ناخدها ان شاء الله بعد كده عندي نوعين يا اما ايزو سيرمل يا اما برو جرام يعني ايه كلمة ايزو سيرمل يعني سابتة يعني كلمة برو جرام يعني بتتغير وهكذا طيب الكولوم بقى لو هو الشيشن ريفيس هو ان الشيشن ريفيس الشباب يا اما يكون ايه يا اما يكون ايه يا اما يكون سولد يا اما يكون بس جهاز اللي فوق هو هو اللي تحت طيب تعال نشو بقى شوية معلومات كده بقى والله بقى قدم كلام ايه كلام معاد انا بس احطه عشان اقطر الورق بيقولك السامبل شوت بي vocês يعني إيه شوت بي velocity يا أما تكون هي velocity يا أما تكون عملنا لها deriva США وتحولت من non volatility الى volatile الاباريتس الجهاز قالك الكولوم قالك 2 separated trace amount هاري قالك select station Trust elle مشكلة largo الديتكتور ده بيعمل إيه قالك بيعمل analyzation بياناليز party mix quality و quantity mortality عشانREيتعرّف عليه وقوانتتين هو بيحددت ايه الكمية بتاعته الاوفن ده قال لك عشان اخلي السامبل ايه في شكل فيبر اخلي السامبل في شكل ايه في شكل فيبر عند بعد كده بقى اللي هو الجهاز الجي سي اوباريشن طبعا ده كلام برضه كاري لو انت كده ملاحظ معي قدي الجهاز في الاول هو بعد كده المركبات اتفصلت اهيت 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 بعد كده رقم سي اتحولت الى شكل ايه اتحولت الى شكل ايه الى شكل بيكس الى شكل بيكس يبقى لغيت دلوقتي الشباب احنا خدنا ايه خدنا الانتروداكشن كلام الفونكشن فودز ومعرفش ايه بعد كده اتكلمنا عن الكروماتوجرافي اعمة بعد كده اتكلمنا عن ال جي سي وعرفنا انواع جي سي وعرفنا الجهاز الجهاز ده رسمة الجهاز ديت مهمة جدا مهمة جدا ليه علشان حركة تكون مساس تم دماغك علشان تكون مساس تم دماغك طيب تعالوا بقى نتكلم على شوية حاجات برضك سهلا ان شاء الله بصوا شباب بيقول لك عندك حاجة اسمها الكروماتوجرافي القروماتوجرام ده اللي هو البكس اللي طلعت معاك بصوا شبابا اول حجة دي البكس اللي ايه بتطلع طب ان تكونش بكس واحدة بتكون ايه بيكس كتيرة مسلا عاملة كده واصنعرف بقى دلوقتي هل الاحسن يعني تكون عاملة كده ولا عاملة كده والاحسن تكون بعيدة عن بعضها ولا غريمة بعضها وهكده هنقول بيك واحدة ونعمل ايه نعمل عليها الامثلة قالك هاو تو ديسكرايب كروماتوجرافي باد او جود باد او جود طيب اول حاجة بيقولك البيك هاي اللي هو الوي دي اللي هو طول مين طول البيك ماشي بيقولك البيك ويدز اللي هو عرضها اللي هو سي ايه الطول والعرض كلام هادي عندي بعد كده البيك ارية يعني ايه كان بيت بيك ارية اللي هو مساحة المستلس كاي بتسوي ايه نص قاعدة في الارتفاع نص القاعدة يبقى نص سي اي في الارتفاع الوي دي يبقى البيك ارية تسوي نص القاعدة ايه في الارتفاع كلام هادي بيقولك ال 70P اللي هي ال B بقى قالك ده عبارة عن ا statedılı وانت بتحقن العينة وانت بتحقن العينة ممكن يكون فيه شوية هوة ممكن يدخله فين ممكن يدخله جوه الجهاز ممكن يدخله جوه الجهاز يبقى الوقت اللي هياخده الجهاز ويطلع بك ده بيسم اللي هو الاربيك ده انا عايزه لا مش عايزه ده يعتبر ايه وقت ضايع يعتبر وقت ضايع يبقى الير بيك اللي هي البيه قالك يبقى انت وانت بتحن ممكن يكون بيه نسبة هوا تدخل قالك عندي حاجة اسمه في ام اللي هي الحتة دي يا شباب اكتب كده وقت مهضر قالك بيساوي ال ايه بيه برضك الوقت اللي هياخده هنا اللي هو التي ام يبقى في ام ده الحجم اللي هياخده التي ام اللي هو الوقت اللي هياخده الوقت ما ايه طلع ديت هل ده انت عايزه؟ لا يبقى انت ده وقت مهضر فمحتاج تقلل الوقت ده على قد ما ايه؟ على قد ما تقدر احنا لسه بنسخن لسه بنسخن هنتكلم بقى بعد كده يا شباب على كروماتوجرافيك تيرم اكتب من اول هنا بقى مهم جدا كروماتوجرافيك تيرم شوية تيرمات شوية تيرمات هنعبر بهم عن الكروماتوجرام شوية تيرمات هنعبر بهم عن الكروماتوجرام اول حاجة عند حاجة اسمها الكباسيتي او الريتنشن فاكتور اللي هو الكيه ثابت الكيه اكتب عندها متحان اكتب عندها متحان وركز معي نعمل فلاش باك في الفايتو بص شباب لو انا كان عندي ركز معي حد فاكر الكيه ده بيساوي ايه الكنسنتريشن بتاع السامبل في الستشنري فيس على الكنسنتريشن بتاع السامبل على الموبايل فيس يعني المادة دي بتحب الستشنري فيس اكتر ولا الموبايل فيس ماشي لو اعتبرنا ان السولفنت بتاعي طلع كده من تحت الفوق وعندي كذا مادة تفصل ايه بيسي ركز معي متى مادة ملا يحصل لها الوشن الاول يعني ايه كلمة الوشن ملا تتحلع الاول ملا تتفصل الاول اكيه طيب ملا هتتفصل بعد كده البي ملا هتتفصل ااخل حاجه الاهي م Village سؤالك سؤال هيا ايه دي بتحب الستشنري فيس اكتر ولا الموبايل فيس اكيد بتحب الستشنري فيس بدليل ايه ان هي لزه لزق مكانه طيب والسي لبتحب الموبايل فيس اكتر اللي بتحب الموبايل فيس اكتر لانه طرعت مع الموبايل فيس وسببه طيب هنا احنا قلنا بايه هنا بتحب مين بتحب الستشنر فيه يبقى كده الكي بتاعه بيكون كبير وهنا الكي بتكون بتاعها بتكون قليل ايه ده ثواني يعني اللي حصل الالوشن الاول اللي عنده كي قليل اه واللي حصل الالوشن بعد كده اللي عنده كي اه عشان كده عايز اقولك ان الكي بيتناسب عكسيا مع الالوشن كلما كان الكي كبيرة كلما كان الفصل بطيء كلما كانت الكي صغيرة كلما كان الفصل اسرع سؤال هي الايه ديت بما انها بتحب في البسطة هو يبقى اذا كده الكعن ده عالية يبقى هي كده بتحب يبقى كده محتاجة وقت اطول علشان تنفصل ماشي اليتينشن فاكتور يا شباب اليتينشن فاكتور بقى هنا دي عبارة عن ايه اكتب كده معايا قدرة المادة انها تبقى في اليتينشن فاكتور او بنشوف هل المادة هتمسك على الكولم ولا طيب اليتينشن فاكتور بقى هنا في الكباسيت او اليتينشن فاكتور بيساوي ايه قالك بيساوي تي ار نقص تي ام على تي ام تي ار نقص تي ام على تي ام الكلام ده اللي هو ايه بص كده يا شباب لو انت ركزت كده معايا تحت تحب احنا قلنا تي ام ده اللي هو الوقت المهضر لانا بحاول اقلله على قد مهضر يبقى ده الوقت اللي خده الجهاز علشان يطلع الاربيك طيب وهنا هنا تي ار التي ار ده الوقت اللي خده الجهاز علشان يطلع الاربيك دا يت ثابت الكي بقى بيساوي ايه قالك ثابت الكي بيساوي تي ار نقص تي ام على تي ام هنحفظ الكلام ده سهلة بس مش هتجي في الكلام ده في الامتحان بيقولك تي ار دي عبارة عن ايه بقى قالك زا تاين بتوين سامبل انجيكشن انزا الايت بيك ريتشنج ادكتور استرمد زا ريتشن تاين يبقى التي ار يا شباب ما حصل ايه اه تبقى ده اما حصل فصل يبقى التي ار ده بيحدد ايه بيحدد ايه اه سوان هي من المعادلة دا من المعادلة دا ثابت الكي ثابت الكي عبارة عن الريلشن بتوين ومين ومين هنا بقى بيس كونسنتريشن مش CONSENTRATIONS لا هنا علاقة علاقة worker crunch feed conversation time بتاع السمبل وبتاع air يبقى الكه شباب اعباره عن ايه علاقة بين retention time بتاع الهوى وبتاع السمبل بتاع الهوى وبتاع السمبل طيب زى time taken for زى mobile phase ده بيسموها tenim ám ت هي pretendeeBrienه car debats rp هر هي والله العظيم أنا اللي يهمني بك يسبق كده معايا لو كانت الكي أقل من واحد ولو كانت الكي أكتر من عشر لأ بمعنى تاني لو كانت الكي أوليّلة لو كانت الكي عالية لو كانت الكي أوليّلة لو كانت الكي أوليّلة يبقى كده حصل إيه فست إلوشن على طول طب لو كانت الكي عالية يبقى كده حصل إيه دفقل إلوشن يبقى وين كيه اقل من واحد الالوشن اسفاست الالوشن اسفاست قالك ذات اكورت ديترميناشن اوف زارتينشنطين اسفير ايه اسفير ايه ديفيكلت يبقى هنا يا شباب اللي هو ايه شت على طول على طول هنا طبعا الوقت هيطلع ايه الوقت هيطلع قصير جدا والحل انت ترفع ايه ترفع درجة الخرارة مش مهم طيب لو كان الكيه اعلى من عشرة لو كان الكيه اعلى من عشرة قالك ده يبقى كده محتاجة وقت طويل علشان تفصل المركبات يبقى هنا محتاجة وقت طويل جدا علشان تفصل طيب والحل ايه الحل انت تزود الفلوريت تحاول حل ده ده معلومة لكم للفهم تزود الفلوريت يبقى كده اقل اقل من واحد وحش واعلى من عشرة وحش يبقى لازم ان تكون الاكورت او الحاجة الكويسة بتاع الكباستي او بتاع التنشن فقط تكون من كم لكم من واحد الى عشرة يبقى يقع من ايه الرنج من واحد لعشرة في الرنج ده اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة ده الفصل هيكون كويس جدا الفصل هيكون كويس جدا يبقى واحد لخمسة او واحد لايه او واحد لعشرة او واحد لعشرة طيب اشتعلوا كده نشوف البيكسل اللي على اليمين دي يا شباب ديت ايه ودي بيه اجسألوا سؤالي هو من اللي ظهر الاول من اللي حصل الاول اكيد ديت دي طلعت الاول او ودي بعد كده بما انها دي طلعت الاول يبقى دي عندها كيه عالي ولا قليل اكيد كيه قليل ما وفيه علاقة عكسية الاولوشن هنا اسرع يبقى الكيه قليلة والعكس هنا يبقى من اخر انا عايزك تعرف من هريده كله ايه ان الكيه تتناسب عكسيا مع الاولوشن عايزك تعرف ان ثابت الكيه ثابت الكيه علاقة من الوقت اللي خدته السامبل والهوا السامبل والهوا طب يلا بيقولك يعني بيقولك لو الكيه كانت عالية قيمتها عالية ده معناه ان المركب هيمسك في الشنرفيس ولا هيطلع بطول اكيد هيمسك يبقى كده الفصل بيكون ايه الفصل بيكون صعب الفصل بيكون صعب ندخل بعد كده على حاجه اسمها السيليكتيفتي السيليكتيفتي فاكتور او من المزالة اللي هو ايه الفا سيليكتيفتي فاكتور ايه السيليكتيفتي فاكتور ديت اكتب كده هل البيكس هتفصل عن بعض ولا لا او قدرة الكولوم ان يوزع المواد عليه يبقى كلمة سيليكتيفتي فاكتور يا شباب سيليكتيفتي فاكتور هل البيكس هتفصل عن بعض ولا لا هتفصل عن بعض ولا لا قال لك the ability of chromatographic system على شفاء أفرق من الإيه sample component ماشي قال لك it is measured ratio بتاع capacity factor of the two bigs in A في السؤال ده يعني إيه الكلام ده قال لك الألفا بتساوي K2 على K1 بتساوي TR2 نقص T0 اللي بتاع الإير بيك يعني وهكذا من الآخر selectivity factor يبقى selectivity شباب selectivity factor أنا عايزك بس تعرف معناها بالعربي البيكس اتفصلت عن بعض ولا لا بس وديت عبارة عن علاقة بين ثابت الكي اللي قبلها من آخر من آخر أنا عندي حاجة اسمها الكباسي دي فاكتور أو الريتنشان فاكتور اللي هو الكي ده علاقة بين الريتنشان طايم بتاع السامبل بتاع مين بتاع إير الحال والكلام أخذنا بعد كده selectivity يعني كلمة selectivity هل البيكس اتفصلت عن بعض ولا هنعرف والله بعد كده بعد شوية المساء ماشى ودي أعلاقة بين ايه بين الكي والكي من الكي بتاع المركب الأولين والتاني ماشى قبل مناسبة طب لو انت عايز تغير selectivity factor معلومة ليكم اكتب كده عن طريق ان انت هتغير الفلوريد هتغير الفلوريد عندي بعد كده حاجة اسمها الكوفيد انديكس الكوفيد انديكس ده شباب اكتب كده بيكون عن نت الكوفيد انديكس الكوفيد انديكس ده لو انت عايز تعمل identification يعني كلمة وليس كوانتيتب بالراحة يبقى كلمة كوفيد انديكس ايه الكوفيد انديكس ده عشان اتعرف على المادة اللي معايا ماشى كواليتيتب وليس ايه كوانتيتب انا مش عارف المركب اللي معايا ايه هعمل ايه قالك عندك كده اللي هو المعادلة ديه المعادلة ديه شباب قالك هتدخل شوية حاجات على الديه بيسعى النت على موقع وتقعد بقى تلعب وكلام ده كله وهتقعد تحط الارقام فيطلع لي من معادلة المركب اللي عندي يبقى الكلام الكوفيد انديكس ده عبارة عن ايه انا عايز معايا مادة مش عايا مش عارفها هتدخل على النت هتدخل شوية حاجات given حاجات معطيات هتقعد تلعب كده شوية لغاية ما يطلع لك ايه المركب اللي معايا المركب اللي معايا تمام طيب اللي عايزك تعرفهم بالكلام ده كله سبك من الهارية ده كله اعرف بس ان الكوفيد انديكس قالك عشان اتعرف مش كوانتيتف اتعرف على التربين تاع الفلاطية الاويل ماشى الكي اي الكي اي فاليو اللي هي الكوفيد انديكس قالك بروفايد ايوزه في المسود فور كرات رايزنج انون كنباوند انون كنباوند قالك بقى التربين الاويلوتد انزا اردار اف انكريزنج ملوكولا رويت انكريزنج ملوكولا رويت ايه ملوكولا رويت طبعا المعادلة ده طبعا مش حفظه لو انت كده قلبت الصفحة معايا طبعا بتقعد تزيد ملوكولا رويت بيقعد يزيد 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 سي 9 سي 10 سي 11 وكلام ده كله الموقع اسمه فيروبيز اسمه فيروبيز لو حضرتك عندك فراغ وحبيت تدخل انا بس عايز اتعرف ان الكوفيد انديكس ده كوالفيد وليس ايه وليس كوانتكيتب عندي بعد كده حاجة اسمها اثيريوتيكال بليد اثيريوتيكال بليد او بسميها اسم تاني اللي هو الان ثابت الان اكتب كده معايا الان او مساميه اسمه تاني نوام افشيانسي اج اسألكوا سؤال اعرفك الكوالفيد دية حوانكتب كده عامله زي اا التفتيش كمان التفتيش بركز معايا لو عندي خمس حراميه خمس حراميه وفي 해 Saada a وعندي خمس حرامية وفيه ألف كمين وعندي خمس حرامية وفيه مئة ألف كمين مين اللي بيننا ومن بعض يتقفش أحسن ويتجابوا ولو فلك من ده مش هيفلت مئة تاني أكيد بتعلمت ألف يبقى كلما زاد عدد كمان التفتيش كلما زاد السباريشن ايه كل ان انت ايه تفصول مع من بعض ماشي بيقول لك هنا بقى طبعا الثريوتيكال بيت دي يا شباب ايه مش موجودة حقيقيا ده بس كافتراضا يعني كافتراضا انا همني اله 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 اي تي بي بيساوي ال على ان ركز معايا هو الان ده اللي هو ايه اكتب كده عدد الثريوتيكال بليه بالمناسب اكتب كده كلما زاد ثريوتيكال بليد كلما زاد كولوم اكفيشن او هنقول ده 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 اخدنا ايه اخدنا كام تره خدنا حاجة اسمها او خدنا حاجة اسمها الريتينشان فاكتور اللي هو الكابسي فاكتور خلتنا خدنا السيليكتيفتي فاكتور خدنا الكوفيد اندكس الريتينشان او بسمي اسمها ثريوتيكال بليد الثريوتيكال بليد طيب الثريوتيكال بليد ده يا شباب اله اي تي بي بتساوي اللي على ان حيسؤلنا اله اي تي بي عبارة عن الهي اكوفلاند الثريوتيكال بليد ماشي والل ده اللي هو الايه اللي هو اللينس واجه اسألكوا السؤال لو حضرتك لو حضرتك عايز تزود الان او يبقى الان بيساوي اله اتش اي تي بي اتش اي تي بي اتش اي تي بي اللي هو اللي هي الحتة دي اللي هي اعتبر العرض يعتبر العرض يعتبر العرض بصوا شباب كل ما زودت طوله كل ما زودت طوله كل ما زاد عدد ايه ثريوتيكال بليد وكل عندما عملت الهيد بتاعه البيلت ليت البيلت هيد كل ما زودت 오늘도 كل ما زودت ثريوتيكال بليد ويبقى انت زودت ال ايه القولمinizi يبقى من الاخر يا شباب اللي عايزك تعرف ايه من النهاريا اي ايه دا كله عايزك تعرف انuela اي auto كل ما زيد كلما كل ما يزود الكولوم اي فيشانسي زيد لو Зودنا طول يبقى كده عدد الكمين او عدد ثريوتيكال بليد ايه نتزيد معي هتزيد معي في بردك معلش علاقة تانية اكتب كده معي الان بتساوي 16 في الر على الويتز اعرفها لي بردك ازاي زود الان ما التي ار ده اللي هو ايه الوري تنشن تنشن طيب والدابلو ده اللي هو الايه الويتز اللي هو العرض زي ما اتفقنا يبقى لو قللت العرض يبقى انت زودت الان. طيب لو زودت الان يبقى انت زودت ايه زودت الان. يبقى ممكن تزود الان عن طريق اذا بتزود الان. تعالوا كدش نشوف المرة اللي هو السؤال ده. بيقولك والم والاتنين دوري تشباب اللي على الشمال والايمين عندها هاير نامبر اوف سوريتك البليت. يعني ملاحظين ان ده لو لو قوي كتير على الشمال يبقى كده الايه يبقى الثريوتكال بليت الموجود في الايه اكبر من الايه من البي ومدام من الثريوتكال بليت اعلى واطول واكتر يبقى ايه يبقى ايه اذا الكلوم افشنسي عائد عندي بعد كده الريزيليوشن ريزيليوشن اه ريزيليوشن يعني كلمة الريزيليوشن اكرب كده الرفع كلمة كانت البي كرو فيها كلمة كان الريزيليون احسن يعني كل مم كان الريزيليوشن احسن كل مم كانت ري باعي أحسن ري باعي اكتر طيب اللي عايزك اعرفه هنا ان الريزيليوشن ده شباب الريزيليوشن عند المعددة طبعا مش حافظة المعددة ده مش حافظة الشباب عندي هنا قالك baseline resolution is achieved the win R بتسوي واحد ونص R بتسوي واحد ونص يبقى الكلام من resolution يا شباب الكلام من resolution أحسن الحاجة أما تكون R بتسوي واحد ونص يعني إيه بتسوي واحد ونص يعني بلاقي البيزلين بيكون عامل كده ما بينزلش يشرب من البحر ولا طالع يشرب من النهر يبقى واحد ونص بتكون كده ماشي برضك مش عازك أعرف الهالي ده كل تعالوا بس كلمة واحد ونص تعالوا بقى نشوف يا شباب تحت تعالوا نشوف تحت عندي العشمال واللي في النص واللي علي مين أجا أسألكوا السؤال مين أحسن واحدة فيهم في resolution قلنا كلمة resolution معناها غفية من أرفع واحدة اللي على الشمال يبقى أكتب كده يبقى دي عندها هاي هاي آر ماشي تاب اللي في النص الار قليلة عشان مش رفايع أوي تاب اللي الأخر واحدة ده الار ضايع خالف لأنه تخنت بقيت شروفايعه تاب واكا أسألكوا السؤال مين فيهم السيلكتيفدي بتاعتهم بتكون أحسن حلوة ويعني كلمة سيلكتيفدي احنا تفنى ان البيكس تكون بعيدة عن بعض مش لازق بعض يعني آه أول واحدة أيوة تاني واحدة أيوة تالت واحدة أيوة يبقى كلهم السيلكتيفدي بتاعتهم بتكون إيه بتكون كويسة يبقى مين أحسن واحد في الثلاثة كلهم السيلكتيفة بتاعهم كويسة بس البيكسيموسيشن كلهم البيكسيموسيشن بتعاقي ورل واحد دجامد جدا دجامد جدا ندخل بقى بقى بحardsاكده على البيكسيمتري ندخل بقى بع Waarد Luna تأتي بقى 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 أدب عد theoret بيك سمتري ده شباب البيك سمتري فاكتور البيك سمتري فاكتور قالك لو انت كده شفت على اليمين يعني ايه بيك سمتري اكتب كده التماسل يعني ايه التماسل يعني لو عندك البيك اللي عليمين لو انت كده خطت خط كده اللي عليمين قد الشمال ولا لأ تعال نشوف يعني بصوا كده اول واحدة ديت اللي هو ايه ايه يعتبر قد بيه خش على عند كلمة لو انت ملاحظ كده حلوة يعني اللي جنبها يعني انما اللي تحت بقى على الشمال قالك لا انا ديت ايه طبعا ديت يا شباب بتكون حاول ناحية الشمال شوية وديت ده ضايع خالص يبقى من اخر من اخر ان البيك سمتري ديت عايزك تعرف ايه التماسل اللي علي 大يمين او اللي علي ايه واللي علي الشمال طيب الايدال بتسوي 1abil بس مسموح مسموح بين point 9 لpoint11 او point 12 تاني يبقى مسموح بين point 9 بو point 11 او 21 و 23 بس الايدال بتكون واحد يعني اللي علي شمال قد لله عليا طيب هو اللي بيخلق البك سمتري اللي هو التماسل قالك ما هي العوامل التي تؤثر على البك شوب بعض سبقة النارب او برود او تيلنج أو اسمتريك عندك كذا حاجة قالك لو تغيرت البرتشن كوفيشن ده تخليها اسمتريك خالص ضائع خاطئ الريت اوف دفيوجن ده بيخليها بروت بيك يعني ايه ريت اوف دفيوجن يعني مسلا دخلت الموبايل فيس دخلت الموبايل فيس ده بيخليها ايه بيخليها بروت بيكس بيخليها كبيرة جدا رقم ثلاثة قال لك لينس اوف كولوم لو كان طويل جدا بيخليها برود ايه بيخليها برود بيكس بيخليها برود بيكس مو برضك يا شباب خلي بالك احنا قلنا الثريوتيكال بليتس بتكون كويسة بس برضك الوقت ما تخليهاش خمسمائة مليون مثلا ثريوتيكال بليتس خلاص دي هتاخد يعني اوة وقت اطول هو اه افشنس بتاعتها تكون جندة بس تاخد وقت اطول طيب خش بقى بعد كده على السؤال ده بص يا شباب تعالوا كده نشوف السؤال وده زي الاسئلة بتجي في الامتحان تعالوا نسمع بعضي كده وتعالوا نشوف هنا دي وهنا سي وهنا بي وهنا اي هنقرم بين ايه بين الار وبين الاس الار والاس طيب انا لسه متكلمين يا شباب يعني ايه كلمة ار ويعني ايه كلمة اس كلمة ار الريزيليوشن اللي هو رفايعة وكلمة سيليكتيفلتي معناه ان هما ايه بعض عن بعض طيب هنا الريزيليوشن رفايعة حلو قوي تب دي مقارنة بديت لأ طبعا يعني دي صح واحدة تب وديه لتضايعة خالص تب وديه لتضايعتين خالص تب السيليكتيفتي باكيز معايا السيليكتيف دي هنا اه بي دعم بعض شوية حلوة تب و هنا يعني مش قوي يعني تاخد برضك صح يبقى لو انا سألتك هنا الريزيليوشن بتاعتها عالية حلو قوي السيليكتيفتي حلوة هنا الريزيليوشن الى حد ما بس مش مقارنة بديت لأ يعني هي احسن من دي بس دي احسن من دي بس دي احسن من دي نحنا عايز اقول لك ان هي أتخاذ لانها بتكون رفيعة انها تابعة ثاني حاجة بتكون ايه السيليكتيفتي بتكون السيليكتيفدي بتكون كويسة السيليكتيفدي بتكون كويسة طيب واحد يقول لا يا دكتر ابي طالب طرق لاتنها هناён مهينا فيه السيليكتيفتي برضا كبان بiform行 اقول لك لا يا حبيبي ده البيك دية لزقوا على بعض دي كانت المفروض اثنين بيكس كانت المفروض اثنين بيكس ولزق ايه على بعض يبقى دي احسن من دي احسن من الو اثنين ايه احسن من الو اثنين دول عندي بعد كده بردك سؤال تعالي نشوفه بردك قالك one example of column selectivity لو معك عينة نعناع معاك عينة نعناع عينة النعناع ديت قالك you are provided with mint oil look at structure and predict which chemical will elute first from the column يعني نشوف مين اللي هيطلع الاول في الكولوم هيحصله first elution بس قبل ما نتكلم عن المثال ده شباب عايز اقول لك ركز معي الملكولارويت كل ما كانت المادة بتاعتي هاي ملكولارويت هاي ملكولارويت هاي ملكولارويت هتفضل مكانها هيبقى دية كل لما زادت الملكولارويت كل لم الفولوطايل قالت والعكس صحيح كل لما كانت بولر اكتر كل لما كانت الفولوطايل بردك قليلة يعني انت عايز تقولني لو كان الملكولارويت بتاعتها قليلة امريكا روية يعني الكتلة بتاعتها خفيفة وهطير يبقى فلاطايل وكلما كانت البولر بتاعتها قليلة كلما كان فلاطايل دي معطيه انا بقولها لك حلو الكلام طيب عندي واحد اللي هو الليمونين وعندي المنسون وعندي المنسل وعندي المنساية الأستيت وعندي المنساية الأستيت مين؟ 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 الفلسطي الوشامي اعتمادا على الملوك رويت اكيد ابسطهم اللي هو الليمونين اللي هو الليمونين يبقى الليمونين ده هو اول واحد هيطلع اول واحد هيطلع طيب لو مثلا عندي مثال تاني اكتبوه بقى معي اكتبوه معي لو عندي مثلا حاجة عاملة كده وعندي حاجة عاملة كده وعندي حاجة عاملة كده ادي واحد ادي اتنين ادي ثلاثة ادي اربعة يلا الشباب حد كده يقول لي مين فرست الوشان؟ مين اللي هيحصل له فرست الوشان؟ اكيد رقم اربعة ليه رقم اربعة؟ لان ده ده ملوك رويت قوي اولاي القوي فده هيطير على فوق طيب مين بعد كده؟ مين بعد كده؟ واحد ولا اتنين ولا ثلاثة؟ اكيد واحد ده انستبعده طيب تعال نشوف اتنين ولا ثلاثة اتنين ولا ثلاثة؟ ده في او اتش طيب يكون بولر شوية ده مفوش او اتش طيب واحد يقول لي بس ده يعني الملوك رويت بتاعته بتكون يعني اعتبر اعلى من ده هقول لك اه بس البولاريتي بتكون رخمة شوية بتخلي المركب يعني يمسك في الارض شوية ما تخليوش ملطاين يبقى كده اربعة ثم اتنين ثم تلاثة ثم اخر واحد مين اللي هو رقم واحد ثم اخر واحد اللي هو رقم واحد تمام؟ عندي بعد كده بقى حاجة اسمها الكيرا الكوروماتوجرافي الكيرا الكوروماتوجرافي هذا ان شاء الله الشباب هناجلوا ان شاء الله الحصة الجاية الحصة الجاية باذن الله هنكمل مع بعض جزء الجرس كوروماتوجرافي وهناخد بقى وهناخد وهناخد وهكذا حسة النهاردة كنا بس بايه كنا منسخن مع بعض اللي عايزك ترفف مرخص الحصة كلها يعني ايه كلمة يعني ايه كلمة وهكذا تمام؟ وده اللي بيجي في الامتحان فقط لا غير من الحصة الجاية ان شاء الله المعلومات هتتوسع شوية وهنشوف الاسئلة اللي ممكن تجي في الامتحان ربنا عز وجل ان شاء الله جافعكم الشباب ولو حد احتاج اي حاجة انا تحت امركم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة